ثلاثة النادي الأهلي بيعمل حاجة بيقدر يزبط فرقته النادي الأهلي مش هيبقى فيه بص أنا بقول لكه عشان تفتكروا كلامي مش هيبقى فيه منافسة ما بين الأهلي والزمالك في الفترة القادمة المسؤولين في النادي الأهلي بيعملوا يعني البدع عشان يقدروا يزبطوا فرقتهم رغم من فرقتهم قوية جدا يعني دلوقتي عنا نتفرج كده على خط هجوم النادي الأهلي اهو احمد عبدالظاهر اعماد متعب سيد حمدي محمد ناجي جده من تحتهم عبدالله السعيد وليد سليمان محمد ابو تريكا محمد بركات لو ما جلوش عرض أو ما ممشيش من النادي الأهلي احمد شكري يعني بصوا الأجيال يعني بصوا الأعمار السنية الكبير اللي عنده خبرة اللي بعديه اللي عنده خبرة برضو لكن سنه متوسط الصغير الجيل الجديد خالص احمد عبدالظاهر لعب منتخب مصر هداف نادي امبي خبرات كبيرة جدا لسه دوليا ملعبش كتير ولكن لعب مميز جدا النادي الأهلي ملوش منافس يعني الزمالكوية على فكرة هولوكو بس يعني ما يزعلوش مني الناس كلمتني زمالكوية زعلانين مني جدا يا كريم انت بقلك فترة عملت وقول نادي الزمالك في مشاكل وفي خلافات هو عشين كابتن حسن شحاته ما مشي مع نادي الزمالك ومعملش حاجة تقلبت عن يا جماعة لا والله العظيم ابدا انا بطلع اتكلم يعني دلوقتي مثلا نادي الزمالك في مشاكل وفي خلافات في خناقة حصاية مابلس واسبا مضوح عباس وروف جاز هطلع اقول يا جماعة لا ده بيحبوا بعض جدا ده بيموتوا في بعض ده العلاقة زي الفل ده المجلس كله فيش مشاكل لا خالص اللعيبة بتاخد مستحقاتها ومعملوش زيادة فيش حد بيغيب من التمرين حتحك عالناس يعني يعني هعمل ليه طيب ما لازم هطلع اقول يا جماعة الاخبار اللي بتحص عشان تصدقوني ويبقى فيه مصداقية في البرنامج برضو من يومين لما هجبنا النادي الاهلي قولنا زي الاهلي بياخد لعبته الهلال السعودي مباراوة ده في الاعتزال وان يتعمل ميكس وميروحش مع منتخب مصر اللعيبة دي وكان فيه فضيحة منتخب مصر خسر ثلاث يا كريم الناس بتتكلمني برضو وتبعتلي انت حاقد انت غلاوي انت بتحبش الاهلي انت زمال كاوي متعصي يا جماعة احنا بنقول على اللي احنا شايفينه وقلت الكلام ده مبارا اللي بيحصل بقوله ملا بقى احنا غلاويين ولا مش عارف ايه احنا مناش مصلحة ما حد انا زمال كاوي يعني بقوله والناس كلها عارفة ومتربي في نادي الزمالك ولكن ما بيكون فيه مشاكل في نادي الزمالك بقول فيه مشاكل في النادي الاهلي بقول بنتقد المجلس الادارة في الاهلي بنطلع نقول فيه مشكلة بننتقدها في مجلس الادارة نادي الزمالك او في اللعيبة او في المدربين او في اي حد بنطلع اقول فمعنديش مصلحة هنا ولا عندي مصلحة هنا ولا بنغل هنا ولا بنغل هنا ولسه هو دلوقتي قبل ما بتكلم نادي الاهلي افتكروا كلامي مفيش منافسة الفترة الجاية النادي الاهلي عنده فرقة منتخب مصر يعني منتخب مصر هو اللي حيبقى في النادي الاهلي يعني الفترة الجاية الاهلي ممكن لقى منتخب مصر كل اللعيبة راحة النادي الأهل يعني أحمد عيدة هو قريب من نادي الأهل إن شعفين الزمانك هيخلص ولا لا أحمد عبدالظاهر انتقى للنادي الأهل لسه في مهاجم أفريقي النادي الأهل هيجيب وانا متأكد مليون في المية الفترة اللي جاية حتى لو ما جابلوش قبل 15 يعني لو ما جابش اللعيب ده قبل 15 يناير الأمور مشية في شكل كويس الناس بتخطط يا جماعة الناس عندهم منظومة الناس بتقدر تجيب فلوس طبعا يعني ما هو لازم هيشتروا لعيبة و لازم هيبقوا قويين أو عندهم فرقة محترمة غير اللهم أسهم فرقة قوية فالفترة اللي جاية لو المسؤولين في نادي الزمالك ما تحركوش ورجال الأعمال الزمالكوية اللهم برا النادي ما بيخدموش النادي ويرضو لازم أن رجال أعمال الزمالكوية تتحرك الزمالك بعيد يعني لو جينا مسكن لوقتي الزمالك نعمل مقارنة بسه بين خط هجوم الأهلي وخط هجوم الزمالك مش هتكلم على خط الوسط والدفاع والكلام ده الزمالك ما عندهش رحمة جعفر مهاجم وحيد دلوقتي الزمالك ما عندهش ركيت عنده رزاق مشكلة وحيمشي وقاعد في بلده هناك في بنين ولا في ناجيريا وما جايش عشان الفلوس عبدالله سيسي قال له ما أنا عندي مالاريا وتعبان ومش حق دراجي والجهاز الفني استبعده من رحلة الإمارات اللي شكلها برضو مش هنشوف إلي هايحصل هقول لكم خبر دلوقتي على رحلة الإمارات مين تاني مهاجمين في النادي الزمالك الرزاق وعبدالله سيسي واثنين كويسين بس مجلس إدارة الزمالك مش قادر يتعامل معهم مش عارف يوفر لهم فلوسهم يعني رغم أن النادي الزمالك دلوقتي بيدور على مهاجمين تانين طب ما تحل مشاكل اللعيبة دي واللعيبة دي لعيبة كويسة وعن تجربة يعني عبدالله سيسي ده شفناه مع النادي المصري مكسر الدنيا على مدار المسلمين شفناه مع منتخب بوركينا فاسو ما بيلعبش كتير ولكن خلاص عبدالله سيسي معروف طب انت ليه بتدور على حد تاني من انت عندك لعيب نجمه عندك عبدالله ادريحه وديله فلوسه واللعب حيلتزم معاك عندك أليكسز منضومه من أفضل لعبين في قارة أفريقيا في الهاف دي فندر وشفناه عن تجربة عندك نور السيد اللي الزمالك مستر فيرا كان عايز يمشي لعيب مميز جدا عندك رزاء رغم ان هو بيقوله عليك كتير المشاكل ومش عارف ايه لكن رزاء لو ديته فلوسه والتزمت معاه ما هيقعد دي ليه بتدور على حد تاني وانت عندك دلوقتي الزمالك مفوش غير رحمة جعفر ومحمد ابراهيم دول الاتنين المهاجمين ومحمد ابراهيم مش مهاجم يعني صريح تحت راسين الحرب وحنا عارفين ان محمد ابراهيم لعب وسط مهاجم لعيب كويس جدا طبعا ومميز جدا شوفوا بقى النحة تانية في الاهلي الامور عاملة ازاي ففي فجوة يا جماعة دلوقتي يعني ظاهرة كبيرة جدا مش هتبن دلوقتي هتبن مع المسابقات مع بطولة افريقيا اللي جاية مع بطولة الدوري الزمالك بيفضى الزمالك عنده مشاكل مالية وانا بقول الكلام ده اللي مش عايز قطب من القطبين الميزان بتاعه يقع يعني مش عايز ان الكرة المصرية تبقى الاهلي بس لا عايز الزمالك وعايز الاسماعيلي وعايز الاتحاد لكن طبعا الفترة الاخيرة خلال 40-50 سنة الزمالك والاهلي دايما هوا المنافس ما بينهم ساعة بيطلع الاسماعيلي ساعة بيطلع المقاولين فترة ما الفترات يطلع امبي شوية الحرس ولكن دايما الاهلي والزمالك الميزان عامل كده دلوقتي لصالح النادي الاهلي الاهلي الأتقل والأقوى والاكتر تنظيم وفرقته تقيلة ومجلس ادارته منظم وكل حاجة نادي الزمالك الامور ماشي وحش وده لازم اطلع اقوله يا جماعين ده الحقيقة ودي الواقع مش هقدر اخبي اه احنا عايزين نخلينا الزمالك كويس وكل حاجة ولكن دي الحقيقة ودي الواقع يعني ما عنديش اللي بيحصل بقوله طيب عشان ما نطولش في النقطة دي